قول الله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسعون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فاويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فاويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قول تخذتم عند الله عهدا فلن يخرف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ومن والدين إحسانا وذين قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بنثم والعدوان وإياتكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفاتوا مننا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خسي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بناخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسل بما لا تهوى أنفسهم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستبتهون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيسى ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغينا أن ينزل الله من فره على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقاتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا طالوا سمعنا وأصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سمايا مركوبه إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يونت أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبن لفإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبليل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ونقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل كثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كثر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السهر وما أوزل على الملكين بباب لهارت وما أوت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتره ما له في آخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسماء وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من عن الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يخصو برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم ما ننصخ من آية أو نوسيها ناتي بخير منها أو مثلها ما ننصخ من آية أو نوسيها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والرد وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئن موسى من قبل ومن يتبدى للكفر من إيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كن شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارا تلك أمانيهم قل هاتوبها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجعه لله وهو محسن فله أجره فله أجره إن ذا ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قونهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه اختلفون ومن الله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما توله فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والعب كل له قانتون بديع السماوات والعب وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قابلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا لآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قامت عنهم لما لا تريد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي عرمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقابل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ باتنا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهل أبتين الطائف والآكف والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منه رب جعل هذا بلدنا منه وارزق له من الثمرات منا منهم بالله من يوم إلى آخر قال ومن كفر فهم اتعوا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وميس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن دريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز حكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن أم كنتم شهداء إذ حضر يقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعديه قالوا نعبد إليك وإله آبائك إبراهيم وإسمائيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت تهى ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنودا ونصارى تتدو قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيعون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِبَغَةَ اللَّهُ وَمَا نَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلَ تُحَاجُونَا فِي اللَّهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْعَطَ وَإِسْحَاقَ وانسباط كانوا هدن ونصارى قل أنتم أعلموا من الله ومن الله ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله برافين عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له موكف أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له موكف أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له موكف أن أحد الله ممن يسألك بأنك كانت الله الذي لا إله إلا أن ترحت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد تكفينا ما أهمنا وما لم نهتمنا من أمر الدنيا وأمر الآخرة اللهم أنزل سكينتك في قلوبنا وزدنا إيمان ما إيماننا اللهم ارزقنا ساعة في الرزق وتجارة لا تبور واكتبنا عندك من السابقين بالخيرات اللهم قابلنا بعفك ولا تقابلنا بعدلك اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والإنفاق يا ربي يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواصينا بيدك ما ظن فينا عكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو ترتب فيه من غيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب هممنا وغممنا اللهم اجعل لنا في الدنيا صاحبة وفي القبر مونيسة وبين يديك وعلى الصراط الشفيع اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آن ألي واطراف النهار اللهم انفعنا وارفعنا بالآية والذكر الحكيم اللهم يستينا القرآن الكريم حفظا وترتينا وفهما وتضبرا وتأويلا اللهم اجعل عجة لنا ولا تجعل عجة لنا اللهم اجعلنا ممن يقال لو غدا يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية من القرآن كنت تقرأها اللهم تقبل منا هدث سلك العياء رب العالمين وجعل خالصة لوجه الكريم جعل صدقة جارية علينا وعلى من علمنا وعلى من ربانا وعلى من كان له الفضل علينا ورحمة على والدينا وعلى الصالحين وعلى مشيخنا يرحم الراحيمين يا ربي يا رب العالمين اللهم إننا على أبواب رمضان الكريم اللهم بلغناه وأن تراضن عنا أعنا على قيام ليله وصيام نهاره وإفطار الصائمين فيه يا رب العالمين يا رحم الراحيمين اللهم انزع ما في قلوبنا من غل ومن حسد ومن غيره ومن حقد يا رحم الراحيمين جعلنا يا ربي من يقونك غدون يوم القيمة بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بن إلى منت الله بقلب سليم اللهم إنك بشرتنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لك عتقاء من النار وذلك كل ليلة من ليلة رمضان اللهم اكتبنا عندك من عتقائك عتقاء رمضان نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا ودرياتنا ومن أحببناه في الله من أحبنا في الله اللهم يا ربي يا فارق الحب والنوى أعطي لكل من إل منا ما نوى اللهم يا فارق الحب والنوى أعطي لكل من إل منا ما نوى اللهم يا لطيفا في الأزل أنت اللطيف لا تزل ألطف بنا فيما نزل بحق القرآن وعلى من نزل اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله القائل ما ضاق أمرهم إلا وفرجه الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكراً للمشاهدة